بلال ألف مبروك يعني توقعنا المكسب ممكن بس حصل بعض الألأ لما بولي التاني تأخر شوية ولكن يعني هو فوز مستحق النادي الأهلي والنادي الأهلي كان تاريجاً بسيطر على 90% مبارا فكنا ما كناش حاسين بالألأ قوي يعني كده كده النادي الأهلي كان حيكسب حيكسب مباراة كاس مباراة كاس مباراة كاس في نهاية السيزون وضع طبيعي يعني طبيعي أنك يعني بتلعب مباراة تحديد الهدف منها بعيد مش دلوقتي بمعنى أن الكاس بلعب ماتش هريح بعديه أو هلعب بعديه ماتش كمان وبعد النهاية الكاس لسه السيزون اللي جاي فالأهداف مش واضحة قدام اللعيبة كمان ولا حتى ممكن تكون قدام المجينة الفني لكن الأهداف موجودة لكنها مش واضحة مباراة كاس تحتمل كل شيء يعني تحتمل أنك تأدي وتبقى بضلك تحتمل أنك أنت في نهاية السيزون بتبقى أنت برضو يعني الطاقة بتاعتك الكبيرة مش موجودة الجولز اللي بتشتغل عليها يعني عطاقة شبه انتهت تمام بالنسبة لك أنت كمدير فني وكلعيبة لكن ستلعب باسمك ماذا نقول لك الآن بتلعب باسمك باسم النادي الأهلي بتلعب بتمكنك بإمكانات القدرتك فروق إمكانيات طبعا كبيرة جدا ما بين الأهل وما بين ما احترمنا طبعا لفرق الداخلية لكن فروق إمكانيات في الملعب كوالتي مختلفة بين اللعيبة واللعيبة يعني الأهداف مختلفة ما بين الفرقة والفرقة ما بين النادي والنادي كل شيء مختلف في الملعب الداخلية هي قتله يعني الشوط التاني بشكل كبير جدا 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 وحاول مرة واثنين لكن في النهاية برضو أنت فيه إمكانيات فيه إمكانيات وقدرات بتحكمك كلعيب وكنادي الإمكانات والقدرات لصالح في تنادي الأهلي طول المباراة الحقيقة الروح تتساوي بعض الأوقات روح الداخلية تتعلي عليك في بعض الأوقات من الماتش لكن في النهاية الامكانات والكلية كيمستعين رتم مباراة كيس رتم مباراة ممكن تكون ضمنها رتم الشط التاني لمباراة انت كسبان فيها واحد سفر ومستني ومباع فيها تلات اربع هداف ومستني انك تجيب الجول التاني في اي وقت من المباراة ودي برضو طبيعية مباراة الكوس ماتش طبيعي يعني مش عايزين نقول ان هو ماتش قليل او ماتش وحش او 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 خد بالك ممكن يكون الماتش ده لو في نص السيزيوم برضو كان ممكن يطلع بالشكل ده لان برضو في النهاية كابتان ما احنا اتكلمنا قبل الماتش ان مباراة الكوس لها طباعة خاصة مختلفة شوية الطباعة الخاصة بتاعت مباراة الكوس بتختلف عن طباعة مباراة الدولة مباراة الدولة خلاص انت بتلعب بتلعب على النقطة والثلاث نقاط لكن هنا انت بتلعبش على نقطة انت بتلعب على الثلاث نقاط فقط لليه فانت كل رتم المباراة بيمشي على حسب ما الفريق اللي بيدافع رايح فين بالماتش يعني بيدافع وهيقفل ولا عنده امل في الماتش فبيهاجم فهيفتح الجيم يعني المباراة بتروح الفريق الأضاف هيوديك بيها فينا طيب وراء جيم مفتوحه يسريه وحلو ولا جيم انت خايف عليه فبتلعب فبتقفل فمش عايز يخش في الجول او لا يدخل في الجول مش عايز يخش فيك التاني على عمل من كرة سابتة من هجمة مرتدة انك تسجل هدف فده دي طباع المباراة الكوس الاهلي عنده مباراة جاية مهمة جدا حينه بيها سيزون شاق جدا وراء صعبة من وجهة نظر الشخصية صعبة في توقتها مش صعبة بس hoje مش صعبة عشانة بتلعب من قدة المصر هي برضو فرول المكانات المختلفة تماما بلالي قال المصر والجهة نظر الشخصية انك تكسب انت مستريح يعني انت مستريح تكسب ماتش بسهولة جدا جدا لو انت بتلعب فول باور لو انت مركز جدا لو انت حط المباراة في دماغك بشكل كبير لكنه برضو المباراة لها عوامل مختلفة غير الامكانية طبعا لها عوامل مختلف تماما ازاي انت كمدير فني مع اللعيبة وتحط فيهم يعني الروح القتالية لمبرأة أنت بتنهي بها سيزن خد بالك أنت لو الماتش ده بعديه سيمي فاينال كمان ممكن تكون عارف اللعيبة من نفسها ممكن تطلع يبعندها حوافز تمام هتقدر تعلي عندهم الموتيفاشن يا أنت خد بالك لكن أنت النهاردة مش يعني ماتش وأتريح بعديه تمام هل أنت حينتابك انت قاد لو لقد رقصت الماتش ده ما أعتقدش أنا بكلمك وجيت نظر العيد يعني خلاص الانت عملت في كل حاجة خدت في أربع بطولات أو خمس بطولات عملت سيزن يعني رائع جدا 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 يعني كل حاجة ماهة في الماء فبالتالي أنت لازم تصحي الدوافع عند اللعيبة في الماتش اللي جاي مش هتصحي عندهم الكواليتي مش هتصحي عندهم الإمكانيات فيها صعوبات في التوفيق. طبعا. صعوبات كبيرة جدا يا كابتر. كبيرة جدا. يعني النهاردة على سبيل المثال. الكواليتي موجودة موجودة. لكن الدوافع موجودة. لا تحس ان الفرقة بتلعب على قد الماتش. على قد الإمكانيات اللي موجودة. على قد نهاية السيزن. خلاص أنا خلاص. أنا وصلت خلاص للبيك. وخلاص ووقفت النحاية دي شوية. فمحتاج أنزل شوية تحت. تمام؟ أو بالزبط عشان خاطر أبتدي سيزن جديد بدوافع. مختلفة جديدة. فاللعبة من كولر هيبقى هيشتغل على التحفيز. هحفزك إزاي. هقوم دي عندك إزاي أثناء قبل الماتش. خد بالك. وأثناء الجيم كمان. ممكن أفضل حفز فيك قبل. فتنزل المباراة أول عشر دقيقة. تكسر الدنيا بعد كده. تنزل تاني. طبعا. في دور كمان عند العيبة كبيرة في المعبة الماتش اللي جاي. طبعا. انت النهاردة لو طلعت. ان شو الله بإذن الله. وانت قادر الأهلي طبعا تعملها بشكل. يعني وبنسبة كبيرة جدا. لو طلعت كسب المباراة اللي جاي بقى انت حققت 100% من السيزون. مش مش تاسعة وتسعين في المائة. انت حققت 100% من السيزون. كاس مصر الأولاني. انت كسبت السوبر كسبت. الفرقية كسبت. الدور كسبت. كاس الثاني اعتقدت كسبت. تمام. رايح للسيمي فاينال. طبع رايح للسيمي فاينال بتاع السيزون اللي انت بتشتغل عليه. بقى انت عملت نتيجة 100% من السيزون كله. وده إنجاز تاريخي. صح. تاريخي للنادي الأهلي. والأهلي معروف بالتاريخ. فدي هتعتمل على المدير الف كيف يشتغل مع اللعيبة. هتعتمد على اللعيبة كبيرة. برضو كمان في ملعب. وهما كلهم لعيبة كبيرة. كلهم عندهم خبرات في النورات اللي زي كده. وفي التوقيت اللي زي كده. الشنة وكابتال الفرقة. موجود ماجدي أفشا. موجود درمي ربيعة. مكما كناس كبير. علي معانول طبعا. محمد هاني. ماجدي أفشا. لعيبة عندها خبرات وعندها قدرات عقلية جيدة. تمام. انا الحاجة اللي عايزة اقولها في نهاية. ليهم دور فاينال. طبعا. نهم دور كبير جدا لكن الحاجة اللي عايزة اقول عليها. او التحية من نسبة لي الكولر انه قدر يخرج امكانيات اللي موجودة عند اللعيبة اللي موجودة في ملعب. احنا في سيزون الفات يا جماعة كنا كل الناس في ملعب تقولك الاهل محتاج عشر العيد. صح؟ قبل ما اقتدي سيزون الفات. كنا بنقول الاهل محتاج حد عشر لايت في كل مكان محتاج العيد. النهاردة اعتقد انك وصلنا بنقول ان الاهل ممكن ما يستعانش او ممكن بالكتير او يجيب لعيب واحد. او اتنين. تمام او يتعاقد مع ليب او اتنين. تقريبا يعني ممكن توصل للحتة دي. فالنهاردة لأ انت وصلت يعني هي الموضوع. هل الموضوع يتلخص في قدرات لمدير فني? اه في بعض الوقت يتلخص في قدرات لمدير الفني. وبعض القرارات. يعني انت تكلمت برضو على القرار اللي تاخد في بداية. نهاية الموسم الفات. اه طبعا. انا تكلمنا فيما بين الشوطين. اصر بزاف. اصر بزاف. اصر انه طبعا. اصر جيدة ج انت بتدير المنظومة انت شايف ايه ودي ميزة تخد بالك ان يبع يعني على راس المجموعة تمام حد بيفهم في كرة القدم يعني يعني اسطورة حية موجودة كابتخطيب عب بيفهم في كرة القدم فدي تريحك كتير جدا يبقى هو عنده احساس بالحتة دي يعني خلاص انا وصلت وصلنا للعيبة لدرجة انك انت النهاردة حاس ان انت لعيبة مش هتتعمل كل حاجة تمام او حاس ان السيزون خلاص هرب منك فبالتالي انت خدت قرار في توييد رائع اكثر من رائع اكثر من رائع بتيجي على مدير فن جديد بداية سيزون جديد عندك وقت الراحة عندك وقت الفترة تعداد تقدر تحكم على المدير فن بشكل كويس تقدر كمان تقيم اللعيبة بشكل كويس في مع بداية سيزون جاي بالنسبة لك فده اللي عملته ادارة النادي الاهلي حفاظا على المجموعة اللي موجودة في الحيطة دي لان احنا بزي نقولك يعني يعني كل الناس عايزين بكليفته بكرايته ونص مالعبوا العيب ومتفيلدر ورأس حربة ايه ايه عايزين فرقة كاملة امال ايه كويك وكمية العيبة اللي موجودة دي فلما اخدت قرار مناسب مع تغيير مدير فني جيد عنده خبرات راجل مخه شغال تمام وابتعدت تستعد بشكل جيد بنت الفرقات اللي ما بينك وما بين كل الفرق في السيزون ده فطبعا تحية المجلس دارة النادي الاهلي طبعا القرارات العظيمة اللي اتخذت تحية كبيرة جدا لمستر كولر السنة دي على السيزون الرائع اللي ده السنة دي الحقيقة طبعا للعيبة اللي كانت جزء وسبب مهم جدا جدا في الانجاز اللي حصل السنة دي مع كل البطرات اللي حصلت نهاردة احنا الحمدول احنا برضو بنحقي نفسنا عشان السيزون العظيم اللي احنا عملناه الحمدول السناني السيزون يعني غير مسبوق الحمدول الله رب العالمين وان شاء الله بإذن الله تعالى يكونوا يعني ايه وش وشنا حلو عليهم دايما بإذن الله